نشاط الرياضي زي ما بتتفاوض وبتتعاقد بتعلن عن الصفقات الجديدة وإحنا كنا استضفنا مجموعة من الصفقات الجديدة سواء في كرة السلة سيدات أو الكرة الطائرة السيدات ولكن النهاردة برضو كرة اليد في قطاع الناشئين كابتخاد العوضي والنشاط الرياضي وكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز مركزين برضو على تدعيم وأعلن كابتخاد العوضي عن التعاقد مع محمد عدلان للتدعيم شباب يد الأهل 2006 والسن ده مهم جدا نهاردة بتتكلم عن 18 سنة يعني سنتين ويبتدي في الدرجة الأولى فلازم طبعا تدعم هذا السن كابتخاد العوضي مجموعة نشاط الرياضي بنادي الأهل أعلن التعاقد مع محمد عدلان لسرطه طبعا وأهلا بك يا محمد في النادي الأهل وأكيد نهمنا إن شاء الله أنت تبقى يعني مشروع نجم كبير يفيد النادي الأهل أعلن التعاقد مع محمد عدلان تدعيم صفوف فريق الشباب موليد 2006 ده كابتن خالد العوضي وأكد العوضي أن الأهل أنهى إجراءات التعاقد مع عدلان قادما من طلاق الجيش لتدعيم فريق الشباب في الفترة اللي جاية استعدادا للموسم الجديد في ظل المنافسة على البطولات المحلية وأشهد كابتن العوضي موهبة اللعب وأكدا أنه صاحب قدرات فنية عالية وانضمامه إلى فريق اليد يعد إضافة كبيرة للفريق حلو جدا أنت ما تدعمش بس الفريق الأول لا أنت بتجيب لعيبة دلوقتي ممكن تكون برقم يعني مش عالي ولكن بعد سنتين لو فكرت التعاقد مع هؤلاء اللاعبين هتبقى بأموال كبيرة هذا الاستثمار أن أنت بتعتمد على قطاع الناشئين بتاعك لو تم التعاقد فبتتعاقد مع اللاعبين المميزين في الأندية الأخرى طبعا بعد رضا الأندية وبعد موافقة اللاعب ينضم إليك ألف مبروك إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق